لم تجد عائلة أبو أحمد سبيلاً سوى العيش بمسكن غير قانوني في إحدى العشوائيات التي غزت مناطق عديدة في بغداد مستغلة هذا السكن أيضاً ليكون مكاناً لعمل رب الأسرة حال هذه العائلة لا يختلف كثيراً عن حال قرابة مليوني عراقي لم يجدوا مأوى لهم أو لأسرهم بسبب أزمة السكن التي تشهدها البلاد والله أنا ما عجبتنا هذه القاعدة بس من الماكو يعني من الماكو ما اضطر يعني ش يسوي أكو ناس ممكن أنا أحسن من عندهم قاعدين نجود جسور أكو ناس أجلكهم الله تاكل بالحياة فهنا الحمد لله والشكر يعني حالي شوية أحسن من هاي الناس فاضطريت أنا قاعدة بهذا المكان لأنه ما عدي مكاني أدفع إيجار هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها العراق منذ سنوات ترى الحكومة حلها عبر بناء وحدات سكنية عمودية بعد أن أعلنت مؤخرا نيتها إنشاء ثلاثمائة ألف وحدات سكنية منخفضة الكلفة في عموم أنحاء البلاد مبدئة رابطها بدخول الشركات المصرية والاستفادة من خبرتها في هذا المجال سوف تكون بناء ثلاثمائة ألف وحدة سكنية في بلدنا العزيز وهذه يعني حسب يعني حسب يعني دراسة اللجنة الاقتصادية حل الأزمة في بقل السكان البلد وسوف يكون مساهمة من الشركات الأجنبية والشركات العربية وتكون الشركات المصرية حسب رؤيتنا هي الحظ الأوفر في البناء ويمثل قطاع الإسكان في البلاد أحد أبرز الفرص الاستثمارية للشركات العربية بسبب رؤية الحكومية لإنهاء أزمة السكن التي بدأت تزداد مع زياد معدلات النمو السكان في العراق يبدو أن لا مفر أمام الحكومة العراقية سوى الاعتماد على البناء العامودي لإنهاء أزمة السكن في البلاد لكن وبحسب الخبراء فأن العراق يحتاج إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية على الأقل خلال الخمسة عوام المقبلة لكي ينهي هذه الأزمة محمد فاضل الغد بغداد